السلام عليكم لغزالة ديالي كديرين لباس عليكم كنتم تكونوا بخير وعلى خير انتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم اليوم سنشارك معاكم مع السهلة اللي كتشي لديدة بزاف كتشي مقرمشة واقتصادية وكتحضر فوق السري بدون قلي فتبعوا الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة بسم الله سنضوب المقادر ديال العجين سنحتاج 500 جرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات اي نصف كيلو سنحتاج معاه 125 جرام ديال الزبدة انا استعمل الزبدة ديال التوريق ججل معاها القبارين ديال العسل وججل معاها القبارين ديال زيت المائدة نصف كأس ديال الخل الافون ديال الماء الزهر وكأس الاربع ديال الماء العادي من الصنبور ورشة ديال الملح بسم الله فحة القصرية سنضيف الضقيق وغادي نقطع في ديك 125 جرام ديال الزبدة كنا نرملها الدقيق مزيان بهذا الزبدة حتى كيتلبس مزيان بالزبدة ما كيبقاوش الحوبة يباديو الزبدة باينين يعني ضروري نخدموه الدقيق مزيان في هاد المرحلة فمعد ما كنا نخدموه الدقيق مزيان كنتأكدو ان الزبدة مبقاشنا الحوبة ديالها في الدقيق غادي نضيف هاد جوجة الملاعق كبارين ديال زيت المائدة نضيف ايضا هاد جوجة الملاعق كبارين ديال العسل العسل ديال السكر يعني ماشي ضروري العسل الحر غادي نضيف رشا ديال الملح وغادي نضيف هاد كأس ديال الماء الزهر و هاد كأس الى ربع ديال الماء و منصول برغم بقاء نضيفه بتدريج كيبقيت لكم الماء ما كنسخلوه محتى شي حاجة كنبقوا نضيفوه الماء بتدريج حتى كنحصلوه على هاد القاوم اللي غادي نوريكم فهاد الكيمية ديال العجين كتنزين هاد كأس الى ربع ديال الماء ولكن العجين خاصة الجينة متماسكة يعني إلا بانت لكم العجين ديالكم جمعات لكم وباقي عندكم الماء ما سنضيفوش كابل العجين كنجمعوها كتكون عندها بها القاوم هادا ما كانت لكوهاش فقط كنحاولو ندخلوه داك التعقيق بها باقي المكونات بلا ما ندلكوها صافوا القاوم دياله بها الشكل هادا غادي نخلي و هادين نقطعوها القطع اه صغيرة انا غادي نقطعها الى 12 قطع قسمتها النصفين و كلها نصف غادي نخرج منه 6 قطع اي المجموعة 12 قطع غادي نشكلهم الكويرات و غادي نقطعهم بلاستيك عدائي و نخليهم ارتاحوا تقريبا واحد نصف ساعة على ما نوجدو الحشوة بالنسبة للحشوة انا عندي هنالكوكو اللي حمرتوا الفران بالنسبة للطريقة باش حمرتوا فران يسبق ليو شاكتها معاكم في فيديو سابق ديال المعزلة اه كننا ناخد الكوكو اللي كنشريه مقشر اه خديت هنالكوكو كنندير في واحد رشيشة ديال زيت المائدة تقريبا واحد ملعقتين ديال زيت المائدة كندخلو الفران كنشعر الفران فقط من الاسفل مع التحريك مرة 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 حتى كي يتحمر الكوكو ديالنا على نرمهيلة بطبيعة الحال بعد ما كيتحمر كان انطحنو بهذا الشكل هادا غير كان هرمشو يعني اه كنتحنو حتى كي يولي بحال سميدة يعني مش ضروري ان يلو كيكون هكا مهرمش بهذا الشكل يعني كيكون مهرمش رقيق بالزال كيف قلت لكم اربعمية جرام ديال الكوكو هنا كيف كتشوفو انا هده الكوكو اللي هرمشنا عندنا هنا ايه ثلاثة الملاعق كبارين ديال الماء ازهر ثلاثة المعالق كبارين ديال السكر سقيل مع العلقة صغيرة ديال القرفة ناخدها تربعمية جرام ديال الكوكو كنضيف ليها القرفة والسكر كنخلوض لنا واشيف مزيان ثم غضيفها ثلاثة المعالق كبارين ديال الماء ازهر ومو باش غاد ينشمع الخالط نسبة الخالط ما كيجينش معلك بزاف يعني كيجيها الكاميرا مملب هذك المدهي الزهر كيكون بهذه الشكل هاده سافيا غاد ناخد الخالط ديالي غاد نقسموه لثلاثة الحصص يعني حوشوه قسمناها على ثلاثة هنحطها جانبا وغاد نمرو العاجين ديالنا بعد مرتاحة غاد نحتاج دبا نشا باش غاد نورق العاجين حديد علبة ديال النشا هي اللي هنزات لها الكيميه هذي ديالنا دقيق نخد نغبر سطح العمل بالنشا وكان نغبر كلها كويرا بالنشا وكان نبسط فيها بهتشكل هاده كان بستغير واحد شوية بشكل دائري وكان نغبر الوجه ديالها مزيان بالنشا وكان حطها جانبا كان عاود ناخد كويرا اخرى اللي كان نستعن بالنشا كان نبسطها واحد شوية Oh MY 10 وكان عاود انا نر واجد السطح بالنشا tough one كان نأخذ الكويرا الثالثة يم wie نفس العملية كان ينبسطها واحد شوية بستعنى بمدليك وبالنشا بنشا حتى كان نحصل على نفس الحجم ديال الكويرات اللولين وكان حطها فوق منهم كل francوان نغبر الوجه بنشا بالنشا و نفس العملية غادي نديرها الكويرا الرابعة و غنذير ربعة لكويرات فوق بعدهم و الكويرا الرابعة مني كان نحطها فوق من الكويرات السابقين ما كان روش الوجه ديالها بالنشا ف هنسيت نرشية بالنشا غادي نحيدو غادي نزولو و غادي ندير ربعة جانبا و غادي نعاود نشكل بنفس طريقة 4 اخرين فوق بعدهم يعني واحده فوق وحده فوق وحده حتى نحصلها الى الاربعة بنفس طريقة بيش حطرنا اللولين وغادي نعود ندير ربعة آخرين فوق بعدهم بنفس طريقة بيش حطرنا اللولين الثاني يعني كنديروا ربعة بوحدهم وربعة آخرين بوحدهم وربعة آخرين بوحدهم حتى كنحصلوا في المجموع إلى 12 كويرة كاملين كنشكلهم بنفس طريقة كنتمنى نكون وصلت الفكرة يعني كنحصلوا إلى ثلاثة الحصص كل حصص فيها 4 سوف يكون هنا بعد ما كملتهم كاملين يعني درت كلها 4 فوق بعدهم غادي ناخد أول وحدين يعني أول وحدين بسطون وغادي نبسط بالاستعانة بالمجموع فهذا المرحلة ما كانحتاجوش نرشو الناشا سوف يكون مقاون بسطو ومسبة الطريقة بشكل مستو كان بدون ندفعه في المجموع ماشي كان وراكوة وإنما كان حاول ندفعه كانتمنى نشرح تنزيل يعني كان ناخده المجموع بدون ندفعه في العجين ومرة مرة كان نقلبه العجين كان ندوروها وكنت أكدو أن العجين ديانا يعني كلهم من فوق بعدهم يعني كوحت ورقة ما منفوتها إلى الوراق الآخرين باش يكونوا كاملين بنفس التوراق كان ورقهم زيحتك يجو رقها عقل بهذا الشكل هذا صفين بعد ما ورقتهم مزيان غادي ناخد الزبدة المدابة اللي كان دهوا باعتك هاتولين وازيت كانت خلصون ذاك الحليب لي فيها وكان دهن الوجه ديال هاد العجين اللي ورقت بالزبدة كان دهنو عم زيان بالزبدة كان ناخدو واحد الكيمياء من ذاك الحشوة يعني قسمنا الحشوة على ثلاثة اخذت واحد القسم من هادوك ثلاثة واحد غادينا نفرشوه هنا في السطح ديال هاد العجين هادي من بعد ما رشينا الزبدة وهاد الطرف كان خليه الطرف الآخر كان خليه ما كان نرشوش فيه الحشوة وكان دهنو ببعياد البيض صافي وكان دهنو في العجين ديالي كان اللي وما كان نزيروش العجين بسه يعني غير الجهد اللي جينا هاد هاد البودان هاد متماسك صافو كان لسقطك الجانب من زيان بدك ببعياد البيض نص طريقة غادي نعود نبسط واحدة اخرى تهال طريقة بالسعانة بمزلك حتى كي يبالون لدوك الوريقات بليرا ولا ورقاقين ومرا مرا كان نقادو الوريقات فوق بعضهم بعد ما كي يبالون الوريقات راولا ورقاقين بحال ورقا ديال الفيلو صافي بنفس طريقة كان ناخد هاد هاد العجين لي كان دهنو الوجه ديالها قبل ما غادي ندهن الوجه غادي نقاد هاد العجين هادي كي بقدت لحضرها الوريقات هكا شفافين ورقاقين صافي غادي ناخد هاد العجين هادي غادي نقطع الجوانب باش يتيني مقادة وهاد الجوانب ما ترميوهم شدهنو بالزبدة ودخلوهم الفران كي يطيبو من فوق ومن تحت وكندهنو بالعسل وكندلوهم مكسارات كي يجيو لدادين هنا ايا اخديت هاد العجين دهنت الوجه ديالها بالزبدة المدعبة وغادي ننشفق منع الحشوة وهاد طرف الاخير كنخليها ما كنديرش فيه الحشوة ما كنديرش فيه زبدة وكندهنو ببعياد البيض غادي ننلف هاد هاد البودان ديالي اول العجين كنفاعلش كالبودان كنلفو وكنحاولو نرخفو جدينا شوية يعني ما نزيروش بتزاف وفي نفس الوقت ما تكونش مرخوفة او تاني بزافش ما تحلش لينا صافيه كنتأكد عنان ادهنت اندي عندك الطرف ببعياد البيض وكنلسكه واخديت هنا صار في حالة غادي خلال الفران ادهنتها بالزبدة المدعبة وغادي ناخد البودان غادي نبدأ نقطع كنديرشوش لاصابيع تقريبه وكننقطع انتو ما كنتتتحكموا في الحجم قداش بايتو واش بايتوها جي عالية او لا هكا ما عليش بسهل فكننقطع البودان كامل لنشكل هكذا وائد وغادي نجيب صافيحة ديالي وكان بنستفيهم في صافيحة بالشكل هادا فعاني العمل يجيد سهلة وكنحصلوا على الانتيجة غير رائعة كيجيونا معسلة لمقرمشين نقطع البودان الثاني والبودان الثالث وغادي نستفهم في صافيحة صافيحة بعد ما غادي نستفهم في صافيحة غادي نجيب الزبدة المدعبة كيف قلت لكم الزبدة الوازي تانيت قريبا كأس الا ربع ديال الزبدة وغادي ندهن مزيان هادا هادا المعسلة تيال مزيان بالزبدة وندخلوا من الفررات نسبة الطريقة ديال الطهي كنسخن الفرر مزيان لدرجة حرارة ميتين حتى الميتين وخمسين درجة ومليك يسخن كنقصوا على مية وتمانين كنشعلوا من الأعلى ومن الأسفل وكنخلوا هادا المعسلة كيطيبوا على خاطرهم حتى كيطيبوا وتقرمشوا وكيتحمروا وكنخرجوهم هنا بعد ما خرجوهم هما مازالين سخانين خديت العسل واني سخنتوا عندي العسل خفيف اللي كانتقيل ضيفوا لي شوية ديال مزهر كنسخنوا مزيان وهو سخون والمعسلة سخونة كنسقيها يعني يكونوا بجودهم سخانين من بعد ما كنسقيها الخلاحة كتشرب مزيان اللي خاطرها مني كتباني تشربت كنجيب شوية ديال العسل كيكون هكا تسقيل شوية كندهن بيه الوجه ديال المعسلات ديالي بعد شكل هادا صافين بعد ما غادي ندحن الوجه غادي زين بشوية ديال بيستاش اولا زينو بالكوكاو اولا اللوز ليكم الاختيار اللي زينتو بيه كيجي المنطر ديالوزوين وكيجي الديد اي مكسرت عندكم زينو بيهو وصافي هذا والشكل نهائي ديال المعسلات ديالنا كدشي الديد بسف وكدشي مقرمشانة انا عادي نسمعكم القرمشانة في الاخير فهدا هو الفيديو ديالنا كنتم نعينا الاعجاب ديالكم كنتربلكم معي جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة بسلام عليكم